قال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن إيران ستكون أكثر قبولاً وترحاباً إذا تعلم المسؤولون الإيرانيون ضبط ألسنتهم وإغلاق أفواهم والابتعادة عن النزعة العدوانية في مواقفهم وأضف المومني في حديث التلفزيون الرسمي نحن دولة نتعامل بإنجابية مع مختلف دول العالم لكن أن يتم الحديث بهذه الطريقة وبهذا التطاول المعيب فلا نقبله على الإطلاق وسنتصرف ونرد على هذا الكلام بما يستحق وتأتي تصريحات الممنة على خلفية سلسلة من التصريحات لمسؤولين إيرانيين آخرها تلك التي أدل بها متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والتي انتقد فيها تصريحات الملك عبدالله الثاني لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية وكان العهل الأردني قد انتقد فيها سياسة إيران في المنطقة